الى جانب حربهم الدائرة منذ عوام يواجه اليمنيون حربا اخرى مع الامراض والاوبئة فقبيل اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام حذرت منظمة الصحة العالمية من تنام انتشار المرض في البلاد وفي الوقت الذي يصارع فيه النظام الصحي للبقاء على قيد الحياة تقدر منظمة الصحة العالمية ان هناك 30 الف مريض جديد بالسرطان في اليمن كل عام حيث سجلت المنظمة نحو 10500 حالة جديدة في العام 2017 ولم تحصل سوى 40% من الحالات على العلاج بشكل كاف مزارع القاد في القرى اليمنية هم الشريحة الاكثر تعرضا للاصابة بمرض السرطان ويعود ذلك الى استخدام المبيدات الفتاكة غير المصرح بها في رش نبتة القات والمحاصيل الزراعية خصوصا الفاكهة وتسجل محافظة صنعاء وامانة العاصمة المرتبة الاولى من حيث الاصابة بمرض السرطان تليها محافظة تعز ثم محافظة اب ثم الحديدة وهي النسب الاكبر من حالات السرطان ومعظم الاصابات تكون في الجهاز الهضمي والغدد اللمفاوية والبلعوم وانتشار الاورام السرطانية في الرأس والرقبة ليس مرض السرطان القاتل الوحيد الذي يواجهه اليمنيون فقد كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ان العدد الحالي للحالات المشتبه اصابتها بمرض الدفتيريا بلغ تسعمائة واربعة عشر حالة منها تسع وخمسون حالة وفاة ومع تزايد تدهور الاوضاع المعيشية يتزايد عدد المحتاجين للعون الانساني في كافة انحاء البلاد حيث بلغ عدد المحتاجين الى الدعم الصحي اكثر من خمسة عشر مليون شخص بحسب منظمات دولية